بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين يا ربكم بخير معكم مستر رحمة النادى والنهاردة ان شاء الله هنبدأ اول حلقة في شرح ماناجل ساينس لبريب سري ساكن تير طلبة سنة تالت اعدادي ركزوا معنا كويس جدا لان يونت وان يا شباب كلها بتتكلم عن الكيميكال ري اكشنز يعني يونت وان كلها بتتكلم عن الجزء الخاص بالكيمستري بالكيميا طبعا انا عارف ان في ناس كتير جدا منكم عندهم مشاكل مع الكيمستري بس انا مش عايزكم تقلهم خالص يا شباب لاني انها يحتاج حاجة يقدر يرجع لها في الحلقات بتاع يونت وان في قولة اعدادي الترمة الاول ويونت وان في قولة اعدادي الترمة التاني هيلاقي كل الاجزاء الخاصة بالكيمستري القديمة يقدر يرجع لها في اي وقت ودلوقتي يا شباب هنتكلم عن اللي هو كيميكال ري اكشنز التفاعلات الكيميائية اللي سن ده طويل شوية يا شباب كبير شوية بس ان شاء الله هنجزقه ونبسطه على قد ما نقدر لتس جو يا شباب يلا بينا نبدأ طبعا شباب اول سؤال هسأله النفسي هو يعني ايه كيميكال ري اكشن يعني ايه تفاعل كيميائي قال لي يعني ايه الكلام ده يعني هو تكسير في الروابط بتاعة الجزيئات الخاصة بالمتفاعلات and formation of new bonds وتكوين روابط جديدة in the molecules of product او resultant يعني تكوين روابط جديدة في الجزيئات الخاصة بالنواتج products او resultants اللي اتنين معناهم نواتج from the reaction من التفاعل يبقى انا دلوقتي في النواتج اللي هتطلق يبقى كده انا معي reactants متفاعلات بتتكتب في الاكويشن او في الكيميكال اكويشن في المعادلات الكيميائية على left side وبعد كده بعمل الرو سهم السهم ده بحط عليه conditions of reactions يعني ظروف التفاعل سخنت برات حطيت acid dilute ولا كان كونك يعني diluted مخفف ولا concentrated مركز كل الظروف الخاصة بالتفاعل بنحطها على السهم ده وبعد كده بنكتب الproducts النواتج كلها على right side على leave me فهمنا يعني ايه chemical reaction يا شباب طيب تعالوا نشوف chemical reactions دورها ايه في حياتنا بيقولي ان chemical reactions play an important rule بتلعب دور مهم in our daily life في حياتنا اليومية as in the following example زي ما هنشوف الامثلة اللي جاي الصور بتوضحها بس احنا هنقولها وهنشرحها اول حاجة burning of car fuel او الجازولين يعني حرق الوقود اللي في السيارة طيب ده بيعمل ايه in the car engine يعني في الموتور بتاع العربية او في المحرد بتاع العربية دوت generates power بيولد طاقة طيب الطاقة دي العربية تعمل بها ايه which makes car move هتخلي العربية تتحرك قالي كمان plant makes their own food يعني النبات بيصنع اكله through food to sense process من خلال عملية البناء الضوئي طيب تحتاج ايه قالي which depends mainly on the reaction of carbon dioxide gas with water وكمان بيكون معهم sun light ده بيعتمد على التفاعل الكيميائي اللي بيحصل ما بين carbon dioxide جاز والووتر والsun light اللي النبات بياخده كمان الmedicines الادوية والفلترايزرز الاسمدة والartificial fibers الاليافة الصناعية كل دول examples of chemical reactions يعني امثلة على التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل في حياتنا اليومية احنا دلوقتي محتاجين نعرف ايه شباب محتاجين نعرف types of chemical reactions انواع التفاعلات الكيميائي اللي احنا عندنا 3 types تلات انواع اول نوع اسمه thermal decomposition reactions يعني تفاعلات التكسير الحراري substitution reactions تفاعلات الاحلال oxidation and reduction reactions تفاعلات الاكسادة والاختزال تمام كده ودلوقتي يا شباب تعالوا ناخد نوع نوع من التلاتة دول ونعمله mind map زي خريطة ذهنية كده عشان نفتكر النوع ده والانواع اللي موجودة جواه لان هم مش التلاتة انواع الدول بس كده اللي هناخدهم لأ ده كل واحد فيهم هيندرك تحته مجموعة equations معادلات او انواع تانية موجودة جواه لازم نعرفها فانا هقسمها لكم بطريقة لطيفة عشان تقدروا تحفظوها وترجعوا لها بسهولة تعالوا نبدأ ب thermal decomposition reactions اللي هي تفاعلات التكسير الحراري تمام كده؟ قال لي اول حاجة هناخدها thermal decomposition of metal oxide ثاني حاجة thermal decomposition of metal hydroxide metal carbonate metal sulfate metal nitrate المفروض ان كل chemical compound من اللي انا قلتهم دول كل مركب كميائي من دول لما بيتسخن بيتكسر وبيديني مادتين تنميين المفروض ان انا نعرف كل نوع من دول لما يتسخن هيتكسر وهيديني ايه وكمان الوان المركبات الاساسية دي ايه والوان ال chemical compounds المركبات الكيميائية اللي هي هتبقى في ال product في النواتج هتطلع الوانها عملة ازاي تمام كده؟ طيب يبقى دول كده الخمس انواع بتوع thermal decomposition reactions تعالوا نبص على substitution reactions هنلاقي ان substitution reactions تفاعلات الاحلال depend on chemical activity series اللي هي الكاس الكاس اختصار chemical activity series اللي هي سلسلة النشاط الكيميائي او متسلسلة النشاط الكيميائي فاكرينها اخدناها في prep one والاعدادي لما الميتلز اترتبت رتبنا الميتلز ترتيب تنازلي depend on زير chemical activity على حسب نشاطهم الكيميائي طيب خلينا فاكرين المعلومة دادي تعالوا نشوف بقى السوبستيفسيومي السوبستيتيتوشن او ممكن ان الميتال يحل محل ميتال زيه في محلول الملح بتاعه بالنسبة للضبل تفاعلات الإحلال المزدوج يحصل الرياكشن ما بين أسد و ألكالي تفاعلات التعادل او ان يحصل الرياكشن ما بين أسد و سولد حمض و ملح هنا أسد و ألكالي يعني حمض و قلوي ثالث حاجة يحصل الرياكشن ما بين ملحين مع بعض طب يا مستر انت مقلت ليش في النوع الاولاني بتاع السمبل سبستيتيوشن الميتال سبستيتيوشن هايدروجين لما يحل محل الهايدروجين هيحل محل الهايدروجين فانهي كيميك الكمباوند أنا مركب كيميائي قال لي يا إما الميتال ياخد مكان الهايدروجين اللي موجود في الووتر في المية يا إما الميتال ياخد مكان الهايدروجين اللي موجود في الأسد في الحمض صعب كده؟ عايزك تحفظ الميند ماب دي الخريطة الزهنية دي بتاع السبستيتيوشن رياكشن يبدأ ثاني السبستيتيوشن رياكشنز مقسوما نعين السبستيتيوشن رياكشنز في منها نعين، أن الميتال يحل محل الهايدروجين اللي في المية او ياخد مكان الهايدروجين اللي في الاسد او ان الميتال ياخد مكان ميتال تاني زيه في محلول الملح بتاعه اما بالنسبة للدابل فانت عندك ثلاث تفاعلات ياما اسد مع الكالي وده بنسميه تفاعلات التفاعلات التفاعل تفاعلات التعادل ياما يحصل ما بين اسد وسولت ياما يحصل ما بين ملحين وبعض جميل جد يبقى كده خلصنا تاني نوع او عرفنا بتاع تاني نوع تعالى نبص على تالت نوع اللي هو الاختزال هتلاقي فيها نوعين ياما تحصل ياما عن طريق خسارة او مكسب او هيدروجين وده اللي هو المفهوم التقليدي اللي معروف من زمان او بايلوسينج اند جينينج اليكترونز ياما بخسارة او مكسب اليكترونز تمام كده ياما نكسب او نخسر او هيدروجين ياما نكسب او نخسر اليكترونز ودي كده المايند ما بتاعت الاكسيديشن اند ريداكشن كده يا شباب انا عرفتكو التلات انواع وايه اللي هناخده في كل نوع تعالوا نبدأ باول نوع اللي هو اللي هي تفاعلات التكسير الحراري قلنا هناخد فيه الديكمبوزيشن بتاع الميتال اوكسايد زي يمين زي الميركريك اوكسايد وميتال هيدروكسايد زي الكابر هيدروكسايد وميتال كاربونات زي الكابر كاربونات وميتال سالفيت زي الكابر سالفيت وميتال نايتريت زي السوديام نايتريت اتفقنا كده تعالوا نشوف كل كيميك الكمباوند من دول كل مراكب كيميائي من دول لما يتسخن هيتقسر ويديني ايه نبدأ باول نوع اللي هو HGO اللي هو ميركريك اوكسايد وده بيبقى لونه ريد لما نجيبتو موليكلز من الميركريك اوكسايد هعمل لهم هيتنج المثلث الصغير ده اللي هو اسمه دلتا دوت معناه لما يتحطي كده في المكان ده ان التفاعل اللي حصل فيه تسخين فيه ايه تسخين تمام كده قال لي اكيد الميركريك اوكسايد اللي هو عبارة عن متالي متال اوكسايد لما يتكسر هيديني الميتال لوحده ها والاكسوجين لوحده يبقى ها يديني ميركري وده بيبقى لونه سيلفر 2HG بلاس O2 اللي هو اكسوجين جاز والسهم اللي الفوق ده معناه ايفولف ايفولف يعني ده غاز بيتصاعد لقعلي بيطلع لفوق يبقى الميتال اوكسايد زي الميركريك اوكسايد اندرجو بيخضع تكسير حراري وبيديني ميتال واكسل صعبة طيب تعالوا ناخد التفاعل اللي بعده او ري اكشن اللي بعده هيحصل سيرمل دي كومبوزيشن للميتال هايدروكسايد زي الكابر هايدروكسايد مام؟ اللي هي سي يو افتح كده او ايتش او ايتش او اول تو يعني الكابر الواحدة بتعمل مع اتنين او ايتش والاو ايتش دي هايدروكسايد جروب فاكرينها خدناه في اولا اعدادي لما اخدنا الاتوميك بروبس اللي عايز يرجع لها يرجع لها في حلقات اولا اعدادي بتاعت الترم التاني تمام كده في يونت وان طب ده اسمه كابر هايدروكسايد وبيبقى لونه بلون هاعمل له هيتنج تخيل كده لما يكون معاك كابر هايدروكسايد وتسخنه لو نسبة المية اللي موجودة فيه اتبخرت هيتبقى ايه قال لي هيديني الكابر اوكسايد وده بيبقى لونه بلاك بلاس يعني وفي بخار مية هيتصعد لان الاو الاتش بيكونوا مية مع بعض صح كده طب لما تسخن المية هتتبخر وتطلع على شكل بخار بس الكابر مش هيفضل ايعد لوحده ده هيبقى متحد مع مين مع الاكسوجين يبقى دايما لما جيب ميتال هايدروكسايد زي الكابر هايدروكسايد هيتكسر ويديني الميتال اوكسايد بلاس ووتر فير صعبا نكمل قال لي كمان هنعمل ثورمال ديكمبوزيشن للميتال كربونات زي الكابر كربونات اللي هو سي يو سي او سري وده بيبقى لونه جرين بيبقى لونه اخدر تمام اللي هي سي يو سي او سري لما هسخنه بص كده طالما في كربونات جروب مجموعة كربونات وانت هتسخن تأكد انه هيطلع كربونات اوكسايد جايز تمام يبقى لو احنا خدنا من السي او سري دي خدنا سي او تو هيتبقى ايه سي يو او اللي هو الكابر اوكسايد اللي كان لونه بلايك يبقى دايما الميتال كربونات لما يتسخن يديني ميتال اوكسايد ها بلاس كاربون داي اوكسايد جايز صعبا جميل جد اخدوا بالكو اي غلطة في اي رقم من الارقام اللي بتكتب في الكميكال اكويشن هتعتبر الكميكال اكويشن نوت بالانس مش متزنة وممكن تتحسب لي غلط ركزوا في الارقام اللي مكتوبة والمعادلات لازم تتحفز اسم كل مركب كيميائي يتحفز لون كل واحد فيهم يتحفز كويس جدا نروح للي بعده ميتال سالفيت ميتال ايه سالفيت زي الكابر سالفيت لما بيتسخن طبع ما فيه سالفيت جروب هنا وانت هتسخن يبقى هيطلع سالفر تري اكسايد اللي هو سالس اكسيد الكابريت مم اس او سري اي فولف حالو طب لما ياخد من اس او فور اس او سري هيتبقى سي يو او اللي هو كابر اكسايد وهيديني كابر اكسايد لونه بلاك بلاس سالفر تري اكسايد فدايما الميتال سالفيت لما بيتسخن هيتديني ميتال اكسايد بلاس سالفر تري اكسايد بس يقولك هنا نود اخد بالك ان السالفر تري اكسايد الايفولف ده اللي طالع ده لو بالصدفة ها اتحد مع ووتر فيبر كومباينز كويكلي يعني بيتحد بسرعة مع الووتر فيبر ان فور سالفوريك أسد وهيكون سالفوريك أسد اللي هو حمض الكابريتيك اللي هي مية النار ودي مادة كاوية اتفقنا يبقى ناخد بالنا لو الري اكسايد ده بيتم ناخد بالنا ان نحاول نخلصه بسرعة عشان الاس اوسري ما يتحدش مع المية ويديني سالفوريك أسد اللي هي مية نقف اتفقنا كده جميل جدا نروح للي بعده قال لي طب هات الميتال نايتريت وسخنه وشوف ايلا يحصل بص يا سيدي الميتال نايتريت لونه ويت ويت كالر يعني ايه لونه ابيض لما نجيب 2NANO3 2 موليكول من المركب ده ونسخنه هاي يديني 2NANO2 اللي هو صوديم نايتريت ها نايتريت مش نايتريت هنا ايه هنا ايه ناخد بالنا من التفاصيل الصغيرة دي ده بيبقى لونه يلوش ويت كالر ابيض بصفر ابيض ايه بصفر وهي يديني كمان اكسايد يبقى الميتال نايتريت لما بيتكسر بيديني ميتال نايتريت بلاس اكسجين جايز اظن لحد دلوقتي الدنيا ماشية سهلة في حد عنده مشكلة ياريت اللي عنده مشكلة يقول طيب لحد هنا كده يا شباب يبقى احنا خلصنا السيرمال دي كومبوزيشن ري اكشن ودود كده سؤال لو نقدر يكون قدامنا ورقة وقلم نكتب اللي جيبات بتاعته وبعد ما نكتب اللي جيبات بتاعته ممكن نكتبها تحت في الكومنت في الكومنتات تحت اني انا مش هحلها معاك كل الحاجات دي موجودة عندك وإحنا قلناها بس هو بيحاول يخليك تمارس الموضوع بأيديك عشان تحفظه بسهولة من فضلكم ورقة وقلم وقفوا الفيديو وبدأوا حلوا الاسئلة دي وكملوا التابل اللي قدامك ده قال لي كمان هنا في live application على الجزء ده اسمها اللي هي الوسادة الهوائية الوسادة الهوائية دي اللي بتبقى موجودة في التابلوب بتاع العربية لقدرة في حالة الحوادث بتتنفخ بسرعة عشان السائق او اللي راكب جنب السائق ما يحصلوش اي ضرر وما يتخبطش في حاجة ويتعور تمام كده طب بتشتغل ازاي دي وايه علاقتها بالكيميك بالتفاعلات الكيميائية او بالسورمال يعني بتعتبر واحدة من اهم وسائل الحماية في الطوارئ في العربيات تمام بتشتغل في حالة الطوارئ بس طب فكرة العمل بتاعها او فكرة تشغيلها يعني لما يحصل تصادم بالعربية او حادثة يعني في عملية تكسير سريعة بتحصل وكمان لمادة اسمها الصوديم ازد الصوديم ازد دي دي مادة موجودة جوه لما العربية بتتخبط بتتكسر بسرعة فورمينج صوديم وهتكون صوديم وهيبتدي تصعد غاز النايتروجين عشان كده البلونة بتتنفخ بسرعة لان النايتروجين جاز بيخرج بشكل سريع اتفقنا كده طيب ومعدين قال لي ادي المادة اللي اسمها الصوديم ازد اول ما العربية بتصطدم باي حاجة العربية اوتوماتيك بتطلع حاجة اسمها شرارة كهربية الشرارة الكهربية دي بتدي سنة حرارة الحرارة بتكسر الصوديم ازد لصوديم ونايتروجين جاز ولو خدت بالك ثلاث جزيقات من غاز النايتروجين بيخرجوا في عملية تكسير واحدة عشان كده البلونة دي بتتنفخ بسرعة جدا قال لي فاربعين ميلي من السنية من وقت صغر جدا وبتبتدي تتفرغ بسرعة عشان تأكد على السائق ان هو تبقى الرؤية بالنسبة لواضحة وكمان ويقدر يتحرك صحيح او سليم وما يغبطش في حاجة تانية يعني بتتنفخ بسرعة بتتفرغ بسرعة تمام كده يا شباب مركزين معي هتمنى يكون الموضوع وصل لكم والحد هنا يا شباب هتكون حلقة النهاردة خلصت هستندكوا تتابعونا على صفحيتنا على الفيسبوك هتلاقوا اللينك تحت بتاع الفيديو تحت الفيديو بالزبط وكمان هتلاقوا للفيسبوك للجروب بتاعنا على الفيسبوك اللي حب ينضم ليه ينضم اللي عايز يسألنا في اي حاجة يقدر يستفسر وكمان ده القناة بتاعنا للي حب يعمله وما تنسوش تعمل للقناة وتشتركوا وتفعلوا زور الجرس عشان يوصلك كل الدروس الجديدة اللي هننزلها اول باول وكمان ما تنساش تضغط لايك للحلقة والكومنتز هنستنى رد فعلكم يا شباب وهنستنى تعليقاتكم على الفيديوهات والحلقات اللي بنزلها هل هي مفيدة بالنسبة لكم ولا تحبوا نزود حاجة وكمان متنساش تعمل للحلقة لكل اصحابك وقريبك عشان يستفيدوا زي ما انت استفاد واشوفكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته